اللقطة الأولى مطالبة النجم الساحلي بضرب الجزاء هنا نشاهد فيه لمس اليد ونرجع باللقطات البطيئة لمس موجود طبعاً هنشوف هل هناك اليد في الوضع غير طبيعي هنا قبل التزديد لاحظ مدافع النادي الأفريقي وضع يديه خلف ظهره يعني تجنب للمس الكرة وبعد التزديد قدم الصورة بعد التزديد هنا فتح درعي المدافع النادي الأفريقي ويكون هناك لمس ضرب الجزاء وبطاقة صفراء لصالح النجم الساحلي لم يعنن عليها الحاكم بالرغب أن هنا نشوف الحاكم الإضافي كان يمكن أن يتذقل في هذه الحالة ننتحت رؤيته واضحة جداً لمس موجود هذه اللقطة الأولى مروا اللقطة الثانية اللقطة الثانية أيضاً هناك مطالبة النجم الساحلي بضرب الجزاء التوزيعة نشوفه التوزيعة في تجاه الشرميتي تواغل ثم نشوفه السقوط نرجع نشوفه بصورة بطيئة هناك تدخل فيه تهور كان على حكم الإعلان على ضرب الجزاء مع انذار الحارس بداعي التهور نشوفه انذار ولا ورقة حمراء لا ورقة صفراء لأن هناك إمكانية لعب للتغطية لعب من النادي الأفريقي نشوفه مرة أخرى بصورة بطيئة ولكن هنا عملنا إشارة لأن الحكم رزقالله بعيد وخطأ أنه بعيد ولكن الحكم المساعد إضافي هنا يدخل عندما تكون زاوية الرؤية غير جيدة الحكم هذا أجبر القانون هذاك عليش نقوله نحن الحكم المساعد إضافي يضيف ليس معتها ما يدخلش فعندنا اللقطة الثالثة هناك حالة تسلل يعني عليها المساعد نرجع ل لحظة تمرير الكرة وهنا الخطوط الملعب ساعدتنا بصراحة لحظة انطلاق الكرة المهاجم متقدم على التغني أخر مدافع والتسلل موجود هنا لقطة ضرب الجزائر الأفريقي تدخل من نصاب الخليفة سليم ثم التواغل عملية السقوط نرجع بالصورة البطيئة شوفوا تدخل فيه تهور كان الحكم أصاب في إعلان على ضرب الجزائر ولكن بالصور من زاوية أخرى ماتها الضرب الجزائر واضحة ولكن هناك الحكم أعطانا صورة أنه ماشي للتمويه هذه الصور شوفوا الاحتجاج معانتها من لعبي النجم اللي طالبوا بتمويه ولعبي الأفريقي اللي طالبوا بضرب الجزائر الحكم هنا حسب الصورة أعطانا اللي ماشي للتمويه يمكن أعتقد أن الحكم المساعدة إضافي تدخل في الإعلان على ضرب الجزاء بجهاز التنبيه هذيك عليش الصورة هوني تعطينا معانتها ماشي صورة نعم كبيرة وهنا طبعا اللاعب صابر خليفة مصاب يغادر أرضية الملعب وبعدين هو نفس صابر خليفة موجود خارج الملعب ذي من أهم اللقطات العلاج وبعدين صابر خليفة هو بنفسه يقوم بتزديد ركل الجزاء طبعا لا يمكن اللاعب أن يرجع إلا بعد استئناف اللعب هنا بلليه بلليه إذي وضحوها شوية معانيا خاطر معانيا اللاعب يساب قبل رأسي ويخرج معانيا طالما خرج ما يدخلش إلا بعد استئناف اللعب شو معانيا بعد استئناف اللعب لما اللاعب يستئنف يتم تنفيذ دربة الجزاء أو يرئيه معانيا ما يرجع إلا بعد تنفيذ دربة الجزاء وحالة هيري خيطة نزيدوا توضيح آخر هو في القانون الجديد عسف يونانية معتها عام إذا اللاعب المصاب عنده حق يدوى داخل الميدان إذا كان منافس متاع اخذاء ورقة سفراء إذا كان ورقة سفراء عنده حق يدوى نعم طالما أنه خرج لبرة الحكم ما يطلبش أنه خرج لبرة إذا كان اللاعب يريده وطلبه باش يخرج وخرج ما يرجع كما قال الكابتن وحيد ما يرجع كان بعد استئناف اللعب بعد رجوع اللعب به هذه ما يعني تسمى هافوة فنية خطأ فني من الحكم خطأ فني هذا المفروض والخطاء الفني كيف كان النجم يستغل للنجم وباحتراز على الميدان ومقام شذر النجم تواصل للنجم عادية معنى صور تبين أنه صار احتراز صور تلفزية يلجب يصير احتراز وقتها في أول توقيف اللعب بعد ذهب الجزاء أول إيقاف للعب يعيط الحكام المساعد يسر هل الاحتراز في الاتحاد التونسي كرة القدم يعني بعد ما يكون الخطاء يكون على أرضية الملعب هذا القانون الداخلي يجب يكون على أرضية الملعب نعم نحن صور ما بايد ناشي اللي يقاموا النجم الساحلي باحتراز نمروا للخناية لحظة التنفيذ وهل يجب يعمل احتراز من بعد وانتهى هذا القانون الداخلي نقتل بعد نقتل بعد هذه اللقطة شفنا فيها من الأول ظهرتنا سوء سلوك يعني تدخل من اللعب ولكن بتثبت شفنا للعب هذا هو زميله يعني زميله هو قام يمكن هذه تشجع فيه هذا تشجع لأنه قام بتصدي للكرة من له ظهرتنا سوء سلوك ولكن هل هذا تشجع ما لا تهم قاعدنا بهتين وكان جاء سوء سلوك كيف يتحسب كرة ضربة حرة غير مباشرة مع انظار معنى كان جاء عملها الحارس للمدفع في تارس سلوك شو تحسب إذا كان اللعب ما زال متواصل ضربة حرة غير مباشرة مع انظار إذا كان الكرة تلعب هي الكرة خرجت ركنية كما هو عليه كما هو اللعب لكن إذا كان الحكم يعتبره سوء سلوك ينجم يعني يعطي انظار إذا كان يعتبره إذا كان اعتداء يعطي ورقة حمرة يعطي ورقة حمرة مباشرة أما ديما نرجع حتى كان حتى كان هو صاحب يعني حتى ولا كان زي بي لا طبعا اللعبية بش يردوا بيلهم بصفة عامة اللقطة الأخيرة تنفيذ ركنية هنا شاهد فيه لمس يد طبعا لا مدافع نادي فريقي يعني براحتة رفع اليدين لمس موجود غير طبيعي ركل الجزاء موزودة واضحة لصالح شوف اللمس موجود مفيش حد مضايق هذا المدافع نادي سفيقسي ضد النجم طبع بن صالح هي بيد هذيك بن صالح ضد النجم كان زفرت له ضرب ولا استددت طبع بن صالح هذي شدت هانا ثلاثة مرات هذي محرص هذي كورة كورنا واحده يرفحها واحده فمت كيف مفيش حد مضايق عليه لمسة يد موجود طبع بن صالح هذي تختلف الوضعية على هذي فم انت بتاع بن صالح هذي نا تزفرت ما قد لكش ما تزفرتش ليه ما تزفرتش بس هذي بشكل أوضح هذي ضرب الجزاء يعني عن المساعدة كان يدخل حتى في مثل هذه الحالة ممكن الحاكم ما شافش اللغة سواء كان الحاكم الإضافي واليوم معنى إلى حد الآن الزوز حكام إضافيين ما عطاوش ما عطاوش إضافة ما عطاوش إضافة ما عطاوش الحاكم خاصة في القرارات المهمة إعلانة على ضربات الجزاء وانت شندورك هناك حاكم إضافة وحاكم مساعد إضافة نعم اليوم انت معينينك أنك تساعد الحاكم في اللقطات التي لا تقع تحت نظر الحاكم وخاصة في ظروف اللي شوفناها للحاكم مفروض أنك تساعد زميلك وهذا ما حصلش اليوم علامة استفهام على الحكام الإضافيين شنوية خفام هذي الكلاسيك دفع الأولى هو جلال السحبيني هو جلال السحبيني في حد ذاته كده حكم سيحة من أكثر حكام اللي عمل أغلاق معناه ونسأله علش مش حكم دولي على قل راوة اكشفنا سرايري شوفنا جيراك على السادق السلمي مش موجود بالحقيقة تعيين هم فامر أفضل قاتشوات الكبار البرة الحكام اللي بدأوا عليني هذوكم وابجودهم يبدأوا ديز انترنسونو هو ابجودهم ديز انترنسونو نحن نفس المساعد نفس المساعد نفس المساعد نفس المساعد إذا ما يكون دولي نحن نشوفهم حتى في دولي دولي وفي نفس المساعد يعني يلزم ثلاثة دوليين حكم السيحة دولي وزوز المساعدين والمساعدين على قل حكم السيحة يكون دولي على قل لو شك رازي احنا بمتابعتنا أن الحكم وسامر أسقال يعني يصير عليه ضغط في الأسابيع الأخيرة تقريبا كل اسبوع قاعد يحكم في مباريات مهمة وهذا طبعا اللاجب أنت تحافظ على الحكم ويكون فيه توازن في التعينات هذه ملاحظة أنه وسامر أسقال كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع والحكم بشر واليوم شوفناه اليوم خاصة مساعدين ما ساعدوشي ما كانش موافق حقيقة